اشتركوا في القناة شعبا لكل الأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية دعونا نأخذ قراءة عن هذا اللقاء الأخ والرئيس السيسي بالزعماء العرب مرحب معنا في السيديو صباح الخير يا مصر بالدكتور أحمد سيد أحمد خبير على العلقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية صباح الخير يا فندم صباح الخير يا مصطف صباح الخير يا بحضرت دكتور أحمد تكلمنا في البداية عن دلالة المكان العالمين الجديدة التي تستقبل خمس قادة عرب في أول ظهور رسمي لها إن صح التعبير مدينة زكية شفنا مبارح الفايروركس أو الأعماء الألعاب النارية وإزاي كان الافتتاحات اللي حصلت في مدينة العالمين المشهد ده بيمثل لنا إيه كمصر ويمثل إيه لقادة العرب هو طبعا استضافة العالمين لهذا اللقاء الأخوي بين الأشقاء العرب هو بيعكس مصر الجديدة الجمهورية الجديدة فكرة أن مصر هذه مصر التي تشهد التنمية والازدهار في كافة المجالات تشهد فكرة المدن الجديدة التي تمثلها العالمين العاصمة الإدارية المنصورة الجديدة بتعكس محاور التنمية التي تعيشها مصر والنهضة الاقتصادية الشامل بتعكس أيضا رسالة أن مصر تفتح زراعيها لأشقائها لأن الدائرة العربية والعلاقات المصرية العربية هي جزء أساسي من الأساس الخارجية المصرية وجزء أساسي من التحرك المصر هذا اللقاء بيأتي في صياق اللقاءات الدورية المتكررة التي تشهدها وتشهد بين الرئيس السيسي وأخواته من الأشقاء العرب نتذكر قمة العقبة في مارس الماضي التي جمعت مصر والأردن والعراق والإمارات هناك أيضا لقاءات استضافة الرئيس السيسي لقائه مع أشقائه نتذكر لقائه مع وليل عهد السعودي يسميه الأمير محمد بن سلمان مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أيضا لقاء في شرم الشيخ وغيرها من اللقاءات التي بتؤكد أن الآن مصر تقود ما يسمى القطرة التي تقود العمل العرب المشترك يعني نقول أن المنطقة تواجه تحديات وهناك أولويات وهناك أليات للتحرك من هذه اللقاءات نسميها اللقاءات السلسية والربعية والخمسية والسنية التي تعكس أن هناك سرعة تتجاوب مع سرعة التحديات وسرعة التحارب هناك أزمات عالمية لها تدعيات على المنطقة هناك قضية مختلفة العمل العربي الجماعي في صيغته التقليدية القمة العربية لا يسعف التحركات العربية في التعامل مع هذه التحديات الانتظار لقمة عربية ثم التحرك والعمل العرب مشترك قد لا يتجاوب بشكل كافي مع هذه التحديات الكبيرة هناك الأزمات العالمية تدعياتها على أمن الغذاء أمن الطاقة كل هذا حقيقة بيعكس أن هناك نوع من الحيوية في العلاقات العربية العربية أن مصر استطاعت في خلال هذه الفترة أن تنقل المنطقة من منطقة مفعولة به من ساحة للصراعات والتدخلات الخارجية والإرهاب والصراعات والنزاعات العسكرية وغيرها ماذا تؤثر حالة التشاور والتنصيق العربي العربي على مسألة عدم التدخل في القرار العربي وفي الشأن العربي وأيضا على ما يحدث من متغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية صحيح هذه نقطة مهمة لأن مصر الآن ما يسمى دول قلب الصلب التي تقودها مصر المملكة العربية السعودية المملكة العربية المتحدة المملكة الأردنية البحرين العراق كلها تمثل دول قلب الصلب تمثل ما يسمى نقل العالم العربي إلى منطقة فعيلة في النظام الدولي فعيلة في التفعالات الدولية كانت المنطقة ساحة للتنفسات ساحة للصراعات ساحة للتدخلات الخارجية كان هناك فراغات عربية كان هناك غياب من الدور العربي الآن تحولت المنطقة إلى فاعل استطاعت مصر بتلحمها وتنصيقها مع الزعماء العرب والدول العربية أن تتحول إلى الفاعل المؤثر في إدارة سواء الأزمات العربية والقضاء العربية أو فيما تعلق بالتفاعل مع الأزمات العالمية نتذكر أن على سبيل المثال في الأزمة الأوكرانية تبنت مصر دول العربية سياسة الحياة الإيجابية بناء شركات مع كل القوى ليس لطرف ضد طرف آخر ولكن تعظيم المصالح العربية تعظيم المصالح المصرية المنطقة تحولت إلى منطقة مهمة رأينا كيف أن التنصيق العربي الذي قضته مصر ساهم فيه بلورة مواقف عربية تجاه هذه القضايا جاء الرئيس بايدن فيه المتصف الشهر الماضي وكان للدور العربي واللقاءات العربية دورا في إيجاد مواقف عربي موحد يستطيع أن يؤثر وأن يفرض الرؤية العربية في هذه التفاعلات بما يخدم ويعظم المصالح العربية وبالتالي هذه اللقاءات يتعكس أهمية كبيرة أولا لها بتعكس أن هناك روح جديدة في العمل العربي المشتر يعني المنطقة العربية تعرضت لهزة فيما يسمى بالربع العرب وغيرها وكان هناك نعمل الهتزاز يعني دول العربية كثيرة نروح دي ظهرت في قمة جدة؟ نروح التكامل العربي دي هل تعتقد أن قمة جدة كانت تتشين لمرحلة جديدة من الندية مع العالم؟ أو نقدر نقول أننا بقى بين أصحاب قرار زي ما كتب وزي ما قرأنا في عدد كبير من التحليلات السياسية؟ أنا في اعتقادي قبل قمة مكة وجد يعني هناك تحركات مصرية في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة في هذا العام تحديدا استطاعت أن تبني ما يسمى الموقف العربي أو الجبهة العربي أو رؤية عربي هذه الرؤية العربية التي فرضت موقفها على القوى الكبرى يعني القوى الكبرى الآن أصبحت المنطقة صاحة لكأنها يعني فكرة الكبلة لأتاني المنطقة يعني الرئيس بايدن جاء هناك تنافس أيضا روسي للمنطقة الرئيس الصيني شي جينبينج سيزور المنطقة الشهر المقبل كل هذا بيعكس أن المنطقة العربية أصبحت منطقة ذاتة مهم ولها أهمية استراتيجية هذا بفضل أو بنتيجة طبيعية لأن بعد حالة الهتزاز في النظام الإقليم العربي استطاعت مصر أن تحافظ على هذا النظام وأن تعيد مرة أخرى الحيوية إلى فكرة ما يسمى العمل العربي المشترك التنصيق العربي الدول العربية لديها إمكانيات لديها موارد طبيعية وبشرية وبالتالي فكرة هذا التنصيق هو بيسير على مصارين يعني مصار زي بوعد اقتصادي ومصار زي بوعد السياسي المصار السياسي مواجهة تحديات مواجهة الأزمات الإرهاب الفكر المتطرف تسويت الأزمات العربية في ليبيا في اليمن في غيرها بما يحافظ على الدولة الوطنية العربية بما يحافظ على الحلول السياسية بما يدفع إلى تقليل أو تحجيم الأدوار الخارجية المعقدة لذين الأزمات أيضا في البعد السياسي دكتور أحمد حضرتك بتتحدث عن توحيد الموقف العربي تجاه هذه الأزمات وأيضا رؤية عربية موحدة تجاه الأزمات الاقتصادية النتجة عن ما يحدث عالميا صحيح يعني هذا في الشرق السياسي المواجهة للأزمات العالمية فيما تعلق به تقليل أثار السلبية للأزمات الأزمات الروسية الأوكرانية على قضايا مثل أمن الغزاء أمن الطاقة هذه هي نقطة مهمة يعني في توحيد الموقف العربي ثم هناك المصار الاقتصاد الذي يسير بالتوازي مع هذا المصار فكرة تعزيز التعاون الاقتصاد العربي العربي يعني هناك مزايا نسبي مصر الآن يعني فكرة العالمين أن مصر الآن تعبر عن الاقتصاد الواعد الاقتصاد الذي يفتح زراعيه للاستثمارات الخارجية بشكل عام والاستثمارات العربية بشكل خاص العالمين كمنطقة جاذبة العاصمة الإدارية محور التنمية كل هذه المشروعات بتعكس أن هناك مصار التنموي يسير بالتجاه مصار مجال التحديات هذا المصار يقوم على فكرة أن التعاون سواء السنائي بين مصر والعربية التعاون المصر السعودي المصر الإماراتي أو المصر العراقي أو التعالية السلسية كما رأينا المصر والعراق والأردن كل هذه الأليات والتعاون هو بيحقق عدة مزايا أولا بالنسبة للمصر يدعم الاقتصاد المصري يعود بالنفع على المواطن المصري لأنه يجزي بالاستثمارات وبالتالي جذب الاستثمارات ده هذا بيخلق فرص عمل ومشروعات جديدة وهذا بالطبع له مرضود إيجابي سواء على التنمية في الداخل أو على المواطن المصر هذه من ناحية في المقابل أيضا بيعود بمرضود على المواطن العربي لأن تحقيق تنمية عربية ونهضة عربية هذه البيئة ستجفف بيئة الإرهاب والعنف والتطرف لأن المنطقة العربية ستخلق فرص عمل وستعمل مشروعات صحيح عرفنا أن لقاءات سيد الرئيس مع قادة الأردن والعرق قبل ذلك كان بهدف أو كان المحور الأساسي فيها قصة تصدير الكهرباء وإقامة محور الشام الجديد أو ما أطلق عليه محور الشام الجديد ثم لقاءات عقدها أيضا الرئيس كثيرة مع رئيس دولة الأمرات عندما كان وريان للعهد وملك البحرين وربما كان فيها تناول لموضوعات أكثر بخصوص للسسمار في مصر عندما يجتمع الشقين في مدينة جديدة تفتتح ربما لأول مرة بهذا الحجم الناس بتقرأ لغة الأرقام تقولي التكامل لإقصاد العربي حيب أعمل إزاي؟ بالطبع هذا يكون لهم أهمية كبيرة لأن كما قلنا العلاقات الآن لا تقوم بالأس على فكرة المصالح المتبادلة المنافع المشترك ماذا تقدم مصر للدول العربية وماذا تقدم دول العربية لمصر؟ مصر الآن هي تتمتع بمزايا نسبي لديها استقرار سياسي استقرار أمني ولديها اقتصاد واعد يحقق معدلات تنمية مرتفعة بشهادة صندوق النقد الدوحي هناك ما يسمى البيئة الجاذبة للسسمار لأن العالم يشهر حالة من الاضطراب سواء حتى في كما رأينا في أوروبا وفي العالم في أسيا الآن المنطقة لها مدينة نسبية الاستثمار يبحث عن منطقة الاستقرار ويبحث عن الفرص الوعية وبالتالي بلغة الأرقام هناك استثمارات كبيرة عربية استثمارات إماراتية هناك مشروعات وعيدة بين مصر والعراق والأردن عادة العمار دور المصر في عمار العراق هناك مشروعات في الربط القهربائي هناك مشروع التكامل الصناعي العربي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين كل هذا بيعكس ملف الأمن الغذائي ملف الطاقة ملف الغاز بالطبع لأن دائما هناك مشروعين في المنطقة مشروع قضته دول إقليمية ومشروع خارجي كان يقود إلى فكرة إسارة الفتن التفتيت الصراعات تغذية الإرهاب هذا المشروع بدأ إتراجع بشكل كبير أو تقريباً بضرب لصالح المشروع الذي يدخلته مصر بالتعاون مع الدول الصلبة السعودية الإمارات الدول العربية كل هذه الدول فكرة إيه? تحقيق التنمية مشروع قائم على التنمية قائم على التعاون الاتصادي قائم على فكرة السلام قائم على فكرة التسويق السياسية الحفاظ على سيا satellites الدول رافضة الدخولات الخارجية هذا المشروع هو الآن هو الذي يسود لأن هذا في النهاية المطاف سيكون للصالح العام للصالح الدول العربية لصالح المواطن العربية ومن المواطن المصر عندما يشهد المواطن المصري هذه المدينة العالمين الجديدة وهي تستضيف أولاء الأشقاء وهذا العدد من الدول العربية هي بتعكس حقيقة نقول أنها مرحلة جديدة يعني مرحلة تحول في المنطقة سواء على الجانب المصري أو الجانب العربي هناك فرص اقتصادية هناك شق اقتصادي وشق سياسي هناك شعور بالأمان بالأمان أن هناك موقف عربي هناك وحدة عربية وموقف ورؤية عربية مشتركة تستطيع التعامل مع التحديات المختلفة سواء التحديات العالمية أو التحديات الإقليمية كل هذا بيعكس أن العالم العربي الذي كان منطقة الكل يتكلب عليها والكل يتنافس عليها والكل الدول الإقليمية أو دولية تأتي لتخدم مصالحها الآن أصبح يمتلك زباب المبادر هذا يعود لماذا؟ يعود إلى فكرة أن مصر كدولة تقود فكرة القطرة فكرة العمل العربي مشترك الذي كما قلنا على مصارات متوازنة مصار اقتصادي ومصار سياسي وبالتالي هذا اللقاء هو يأتي في يمكن النظرة يا دكتور أحمد دلوقتي بالنسبة لناس كتير نظرة اقتصادية تنمية مستدامة يمكن كما قرأنا شراكة صناعية تكملية لتنمية اقتصادية مستدامة في هذا اللقاء الأخوي الخماسي الحديث عن الاقتصاد ربما يتصدر المشهد لأن العالم كله بيواجه أزمات اقتصادية جراء طبعا أزمتين كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية صحيح نقطة مهمة حقيقة عليها لأن الآن العالم يسعى للتعافي من الجائحة الكورونا ومن الأزمة الروسية الأوكرانية أحد أسباب هذا التعافي هو البحث عن فكرة الاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصاد البحث عن بناء الشراكات مع الاقتصادات الوعيدة ومنها بالطبع الاقتصاد المصر في هذه النقطة رأينا في خلال حتى هذا العام والعام السابق والفترة الأخيرة هناك تصابق من حتى من جنوب دول مختلفة غير عربية يعني أوروبا بناها شراكات مع دول فيش جراد مع دول في أوروبا رأينا زيارات كل هذا يعني أن العالم يسعى إلى التعافي الاقتصادي من خلال البحث عن المناطق الوعيدة المناطق التي تحقق نمو الاقتصادي لديها فرص مصر على سبيل المثال سوقه عيدة 110 مليون نسمة لديها الآن فرص كبيرة في الاستثمار في مختلفة مشروعات قومية ومنها بالطبع العالمين وبالتالي هنا الرأس المال العربي خاصة الخليجي بيبحث عن المزايا النسبية التي تمتع بها مصر هذا اللقاء هو من الناحية الاقتصادية يمثل متابعة لما تم الاتفاق عليه من مشروعات سابق لما تم الاتفاق عليه من تفاهمات وبرتقلات في مجال التكامل الصناعي في مجال الأمن الغذائي في مجال الربط الكهربائي في مجال الاستثمارات ومجال التكنولوجيا للمعلومات ثم هناك القضية المهمة هي قضية فكرة التنمية المستدامة والتغير المناخي يعني مصر ستستضيف النسخة 27 من طمر المناخ في نوفمبر العام القادم ستستضيف الأمارات النسخة 28 وبالتالي هذا بيعكس أن هناك دور عربي أو رؤية عربية أو التحرك عربي لقيادة مواجهة قضية من أخطر قضية تواجه العالم الآن أنا في اعتقاد أنها تهدد السلم الأمن الدولي لأن ضحايا التغير المناخي أصبحت تفوق ضحايا الحروب التقليدية يعني الآن عندما ننزل أوروبا هناك جفاف هناك أنهار تجف هناك حرائي في كل مكان هذا يعني أن التغير المناخي أصبح وقع ملموس الرهانة على ماذا الآن في ظل حالة الاستقطاب العالمي بين الدول الكبرى بين الصين وأمريكا والصراعات الأزمة السياسية هناك رهانة على أن مصر والدول العربية هي تقود فكرة الطيارة الذي يوحد أو يعمل توافق عالمي لمواجهة زي القضية ولذلك تسعى مصر من خلال التوافق العربي وجبه عربية من خلال التوافق مع القوى الكبرى للعمل على ضمان نجاح مؤتمر شرم الشيخ والخروج بمخرجات كما قال الرئيس السيسي قابلة للتطبيق عملية قابلة للتطبيق على خلاف المخرجات والقرارات التي صدرت في مؤتمرات المناخ السابقة لم تنفذ فيما تعلق بتعادات الدول الكبرى فيما تعلق بالتزمتها تجاه الدول النامية في إفرقيا وبالتالي هذا اللقاء ويمثل أهمية كبيرة هو محطة من ضمن محطات العمل العربي المشترك الذي أعاد الحيوية إلى فكرة القوى العربية النظام العربي أن الدور العربي الآن أصبح دور فاعل دور فاعل سواء فيما تعلق به التفاعلات الاقتصادية العالمية تعلق بتعادات السياسية ما هو أمان ربما يا دكتور أحمد أمام نظام عالمي مختل الأركان لو جز التعبير بالطبع الآن الدور العربي والقوى الكبرى والنظام الدولي باشت من حال التحول من عادية قطبية بأمريكا إلى تعادل قطبية هناك قوى صعيدة الصين وروسيا وبالتالي في هذا هنا بيتم توظيف أو الاستثمار الفرص من نحية العربي أن هذه القوى الكبرى تتنافس الدول العربية تبنى سياسة الحياة الإيجابي هناك قوى موقف عربي موحد كلمة عربية قوية بتعطي رسالة للعالم أن العالم العربي ما لديه من كانيات اقتصادية وموقع استراتيجي وتفاعلات سياسية أصبح فعل في هذه المعادلة الجديدة هذه من ناحية من ناحية الأخرى أن العمل العربي كحيوياته كنا نديرا أن نلتقي بلقاءات عربية كان هناك موع من التباعدات العربية العربية هذا أثر سلبا على فرص التنمية في المنطق فكرة تكلفة الفرصة الضائعة عندما نتكلم على أن التعاون العربي بيخلق فرص وبيعزز التنمية لأن تنقية الأجواء العربية ووجود تقارب عربي وهذه اللقاءات الدورية هي تمثل ألية مهمة ألية مؤسسستية حتى لفكرة المتابعة المتابعة فكرة ما تم إنجازه تقييم ما حدث إذا كان هناك بعض العقبات يمكن إزالتها هناك إضافات جديدة في التعاون يعني فتح فرص جديدة وبالتالي هي لقاءات مهمة بشكل أخوي مواكبة كمان يا ضغط لكل ما يحدث عالميا لأنه كل يوم فيه متغير وإحنا نتكلم عن الأزمة الروسية الأوكرانية فلابد أنه أي شيء بيحدث هناك بيؤثر على دول العربية بشكل كبير فمسألة أنه يكون فيه مواكبة ورؤية عربية بعيمة وموحدة للعرب لما يحدث طبعا بقى خارجيا وتغيرات خارجية شيء مهم جدا بالطبع ده حقيقي وإحنا شفنا الأزمة الروسية الأوكرانية كيف أن العالم العربي كان لديه رؤية وضحة فكرة عدم الحياز لطرف لطرف آخر فكرة أن العالم العربي دخل لك فكرة التركيز على فكرة تسويس سلمية للأزمة لأن استمرار الأزمة للتعادة سلبية على الأمن الطاقة وأمن الغزاء العالمي وبشكل عام الحروب كل فائد خاسر لا يوجد رابح في أي حرب أو أي صراع وبالتالي الرؤية العربية تبنت الحياة للإيجابة يعني الجماعة العربية تقدم بمضارة للوساطة بين روسيا وبين أوكرانيا أيضا عندما جاء الرئيس بايدن لجدة والطاقة بيئة الزعماء العرب ومنهم الرئيس السيسي وكانت رسالة أن العالم وأمريكا والقوة الكبرى تحتاج إلى المنطقة العربية أكثر مما تحتاج إلى المنطقة العربية هذه الدول بمعنى آخر حتى في أمن الطاقة هي تعتبر وزنة لأمن الطاقة العالمي فيما تعلق بالموقع الاستراتيجي فيما تعلق بإيجاد نوع من الضبط والتوازن في النظام العالمي لأن هناك نوع من الاستقطاب الحادة حاليا نشادها بين القوة الكبرى سواء أمريكا من ناحية أو الصين من ناحية كل هذا له تدعيات ومرضات سلبية على القضايا العالمية ومنها بالطابع لمنطقة العربية وبالتالي وجود رؤية عربية وموقف عربي هذا بيمثل أهمية كبيرة للصالح العربي للصالح المنطقة ولذلك هذه اللقاءات بتأتي في السياق دائما بلورة المواقف التعاون مع التحديات متغيرات الجديدة وإيجاد موقف عربي يعظم من المصالح العربية إحنا عندنا بالفعل مجموعة من المكاسب نقدر نقول إحنا خدناها من خلال هذا المشهد اللقاء الأخوي اللي جمع الرئيس السيسي بأربعة من كبار القادة العرب في مدينة جديدة إحنا كمصريين فخورين جدا بهذا الافتتاح المبدئي لهذه المدينة ربما ستكون عاصمة تانية زي ما كاتشارم الشيخ بتستقبل عدد كبير من الزعماء والقادة النهاردة ستبقى العالمين اللي فيها مقار الحكومة أيضا ستستقبل عدد كبير من الزعماء والقادة شكرا لتحليلك دكتور أحمد سيد أحمد خبير اللقاءات الدولية في مركز دراسات الأهرام شكرا جزيلا لحضرتك ربما لخصت قراءة لهذا الموقف ولهذا اللقاء الأخوي الذي عقد في مدينة العالمية شكرا جزيلا لتعطينا وردين